بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن القرآن زاد أهل الإيمان زاد أهل التقوى تراهم على الدوام يقرؤون كتاب الله مهتمين بكتاب الله سبحانه وتعالى تراهم يقرؤون وهم متدبرون آيات الله سبحانه وتعالى امتثالا لقول مولانا أفلا يتدبرون القرآن في آيتين من كتاب مولانا سبحانه وتعالى يقول مولانا أفلا يتدبرون القرآن إن القرآن له مكانته وله منزلته ولقارئ القرآن مكانته ومنزلته السامقة الرفيعة العالية ولذلك يقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ولذلك والدى حافظ القرآن الكريم والمهتم بكتاب الله تعالى والداه يكسيان حلة وتاج الكرامة وتاج العزة يوم القيامة فيقولاني بما كسينا لماذا نحن بالذات علينا هذا التاج من الكرامة والعزة فيقالوا لهما بأخذ ولادكم القرآن وفي هذا يقول الإمام الشاطبي وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هناك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكة مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا يا أهل القرآن لكم السعادة في الدنيا وفي الآخرة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بل يا أهل القرآن إن شاء الله تعالى سترون شفاعة القرآن لكم بإذن الله جل وعلا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال أيضا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ينبغي أن لا يمر يومنا علينا دون أن نقرأ وردا من القرآن الكريم ينبغي أن لا يمر يومنا علينا إلا وقد قرأنا جزءا من القرآن قدرا من القرآن الكريم نعيش في هذا النور وبهذا النور وبهذا الخير وبهذه الإشراقات الربانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا مكانتكم يا أهل القرآن يقول نبينا إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته تخيل أنك من أهل الله بل تخيل أنك من خاصة أهل الله من المقربين نعم إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به نجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتم ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كسرة الرد أتلوه فإن الله يأجركم على قراءته بكل حرف عشر حسنات أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمُ حَرْفْ وَلَاكِنْ أَلِفٌ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْفْ وَمِيمٌ حَرْفْ اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا يا رب العالمين زيننا بزينة القرآن شرفنا بشرافة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن يا رحيم يا رحمن وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله